موسيقى أمين حسنا نرحب بأصدقائنا مرة أخرى في برنامجي أنا دوج باتشيلور وفريق Amazing Facts بأكمله نشعر بالامتنان الشديد لوجودنا معكم هنا مرة أخرى في مدينة نيويورك وبالنسبة لي فإن هذا الأمر يعود إلى المنزل وبطريقة ما كنت في السادسة من عمري عندما نقلتني أمي وأخي إلى مدينة نيويورك نحن نعيش في شارع الخمسين في الجانب الشرقي وشارع الثمانين في الجانب الغربي أقول لكم إن هذا يشكل تعليما رائعا في الشارع المقابل لمعرض هايدن السماوي وسينترال بارك ومتحف التاريخ الطبيعي لقد مر وقت طويل ولكن من الجيد أن أعود هنا معكم مرة أخرى وللأمر الأكثر أهمية وهو فتح كلمة الله أود أن أرحب بأولئك الذين ينضمون إلينا على شاشة التلفزيون لدينا أشخاص في جميع أنحاء العالم يشاهدون كل أصدقائنا الذين يشاهدون على ثلاث قنوات وربما عشرين طريقة أخرى يتم بها مشاركة هذا البرنامج في الواقع أصدقائنا الذين يشاهدون الآن هنا وفي أماكن أخرى يمكنكم إرسال رسالة نصية إلى الجميع هذه هي الطريقة التي يمكنك بها القيام بشيء فيروسي والقول هل تشاهد ملحمة النبوة إنها مباشرة الآن فقط أخبرهم بذلك وهكذا سننشر الكلمة الليلة سندرس أحد أهم الموضوعات التي تتعلق بنبوة التاريخ وإذا كنت سأختار موضوعا واحدا من الكتاب المقدس وأقول هذه هي دراسة النبوة التي سنقوم بها الليلة والتي أقنعتني بأن الكتاب المقدس هو كتاب خارق للطبيعة هذه هي وهو مبني على فصل ستجده في سفر دانيال الفصل الثاني بالطبع لا تنسى أن لدينا أدلة دراسية يمكنك تنزيلها من موقع بروفيسي أوديسي على الويب لدينا أدلة دراسية ترافقنا وهذا البرنامج كما أتحدث يترجم إلى 16 لغة مختلفة بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية والأدلة الدراسية موجودة بمعظم هذه اللغات أيضا كما تعلمون قال يسوع أن إنجيل الملكوت سينتشر في كل العالم وثمى النهاية سوف يأتي والآن مع وسائل الاتصال التي نستخدمها أعتقد أن هذا هو الجيل الذي يمكنه أن يرى ذروة التاريخ بمجيء ربنا هل تستطيع أن تقول آمين؟ وأنا ممتن للغاية لأننا تمكن من التواجد في هذه المدينة المعروفة دوليا كنقطة انطلاق لمشاركة الإنجيل في كل مكان حسنا نحن نحب دائما أن نبدأ بحقيقة مذهلة وسأحضر هنا أداة النقر الصغيرة التي ستأخذنا عبر بعض هذه الأشياء من بداية الكتاب المقدس إلى نهايته نسمع عن مملكة تسمى بابل الآن إذا كان لديك نسخة من الكتاب المقدس على هاتفك أو إذا كان لديك نسخة مطبوعة من الكتاب المقدس فقد ترغب في الرجوع إلى سفر دانيال الإصحاح الثاني ليس بعيدا عن منتصف الكتاب المقدس هناك الإصحاح الثاني من سفر دانيال دعني أقدم لك حقيقة مدهشة عن بابل بابل القديمة كان لها تأثير كبير على تاريخ العالم كانت مركزا للرياضيات الأرضية وعلم الفلك والابتكار التكنولوجي لقد اخترع البابليون العجلة لعربات العمل والمركبات الشراعية للتجارة على نهر الفرات كما ابتكروا سجلات الكتابة المسمارية كما طور بابل نظاما رقميا فريدا يعتمد على التقويم القمري الذي يتألف من ثلاثمائة وستين يوما وهو بالمناسبة نفس التقويم الذي وضعه اليهود ضع ذلك في اعتبارك لأن العام الذي يتألف من ثلاثمائة وستين يوما يأتي في وقت لاحق في فهم نبوآت الوقت ثلاثون يوما في الشهر هي الطريقة التي حسبوا بها وحدات القياس ولهذا السبب لدينا ستين ثانية في الدقيقة ولديك الرقم ستين في جميع الحسابات البابلية كما قسموا السماوات النجمية إلى ستة وثلاثين كوكبة أنا طيار ثلاثمائة وستين درجة للدائرة ونحن نستخدم ذلك في الرياضيات الآن لقد كانوا علماء الرياضيات ممتازين ومن المثير للاهتمام الآن ألا تفوت هذا يتكون المربع المقدس البابلي من ستة مربعات في ستة مربعات مع الرقم واحد في المربع الأول الرقم اثنان ثلاثة أربعة عندما تجمع كل هذه الأرقام من واحد إلى ستة وثلاثين فإن النتيجة هي ستة ستة تظهر بابل في سفر الرؤية وآمل أن لا تكون تعرف ما هي عجلة الروليت ولكنك تعلم أن عجلة الروليت بها ستة وثلاثون رقما وإذا جمعت واحدا زائد اثنين زائد ثلاثة حتى تصل إلى ستة وثلاثين فإن الناتج هو ستة 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 وهو رقم فريد للغاية هل تعلم أنه إذا جمعت أول ستة أرقام رومانية فإنك تعرف الأرقام الرومانية IVX وهكذا فإن الناتج هو ستة 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 لذا فإن هذا سوف يلعب دورا في النبوءة ولكن هذا فقط لإثارة شهيتك لذا فإن ذروة التاريخ البابلي كانت في عهد شخص يدعى نبوخذ نصر الثاني ونحن لا نعرف الكثير أو نسمع الكثير عن نبوخذ نصر الأول ولكن نبوخذ نصر الثاني كان رجلا ذكيا للغاية ومتعلما جيدا ومعلما جيش رجل كان بابل رجلا قاسيا ووحشيا وكان هذا أحد الأسباب التي جعلته قادرا على بث الخوف في قلوب الجميع كانت الإمبراطورية البابلية في أوج قوتها من حوالي عام 62 إلى 539 قبل الميلاد وفي حوالي سنة 597 جاء نبوخذ نصر وكانت تلك غزوته الأولى لأرض إسرائيل وخلال تلك الفترة أخذ حوالي عشرة آلاف أسير من بين الأسرة الذين أخذهم من بابل من إسرائيل إلى بابل كان هناك أربعة شبان بالمناسبة وقد تنبأ بذلك النبي إشعياء للملك حزقية وأبناءك الذين يخرجون منك سيؤخذون إلى مملكة بابل ويخصيون وهذا هو بالضبط ما حدث بعد عدة مئات من السنين إنها مجرد خريطة صغيرة على الشاشة هنا لأولئك الذين يشاهدون لإعطائكم فكرة عن مدى مملكة بابل المضافة زينث التي تلامس شواطئ المحيطات الخمسة الرئيسية الآن بينما نتناول النبوءة الليلة أريد أن أوضح شيئا واحدا للغاية وهو أننا سنتحدث عن الإمبراطوريات الكبرى في العالم التي تنبأت بها النبوءة قبل وجودها والسبب وراء تسليط الضوء على هذه الإمبراطوريات هو أنها احتلت جميعها شعب الله اللي كانوا آنذاك إسرائيل وكان هذا أيضا مفترق طرق بين ثلاث قارات هي أوروبا وأفريقيا وآسيا لذا فقد اعتبروا هذا بمثابة إمبراطورية عالمية لأنهم كانوا يسيطرون على التجارة بين هذه القارات وكانوا أثرياء بشكل مذهل لذا في ذروة قوته وكان نبوخذ نصر مولعا بالبناء إلى حد لا يصدق لذا فهو يبني كم منكم سمع عن عجائب الدنيا السبع القديمة الأهرامات الوحيدة التي لا تزال باقية حتى اليوم هي أهرامات الجيزة لقد زرتها أنا وكارين قبل عامين لم يكن ذلك في العام الماضي فقط فالوقت يمر بسرعة وكان لديهم أشياء مثل تمثال رودس العملاق ومنارة الإسكندرية وكانت حدائق بابل المعلقة إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة وفقا للمؤرخ هيرودوتس تزوج نبوخذ نصر من فتاة من الجبال وبابل هي سهل لأن كانت تشعر بالحنين إلى الوطن باستمرار لأنه لم يكن هناك جبال قال لها سأبني لك جبلا قالت ولكن لا توجد أشجار قال سأزرع الأشجار والجبال والزهور وبنى هذه الحدائق المعلقة الغريبة الجميلة ويقول بعض المؤرخين القدماء إنه وجد طريقة ما لضخ المياه من نهر الفرات إلى أعلى وسقيها فكانت هناك شلالات تنحدر من هذا الجبل الذي صنعه الإنسان لديك الصورة في ذهنك هذه المملكة الضخمة قوية جدا فخمة جدا يقول أحد المؤرخين إنها كانت تمتد على مساحة ستين ميلا حول محيطها وهذا أكبر من لوس أنجلوس اليوم كانت ضخمة جدا ذهب نبوخ ذنصر إلى النوم في إحدى الليالي وكان فخورا جدا بالطريقة التي باركه الله بها لقد ظن أنه ذكي جدا أيضا لقد كان رجل فخور لقد كان يعلم أن هذه المملكة عظيمة وكان يتساءل إلى متى ستستمر لقد كان يفهم التاريخ وكيف تحارب مملكة مملكة أخرى وفي خضم نومه تلك الليلة وهو قلق متسائلا عن المدة التي ستدومها المملكة رأى حلما لا يشبه أي حلم آخر لا أعلم إن كنت قد رأيت حلما من قبل وقلت إن هذا لم يكن حلما عاديا كان هذا حلما ثلاثي الأبعاد لقد كانت رؤية وأراد أن يفهم ذلك الآن إذا كان لديكم الكتاب المقدس فسوف نتوقف هنا ونقرأ عن هذا إذا ذهبتم إلى سفر دانيال الفصل الثاني لن نغرأ الفصل بأكمله لكن سنقوم بقراءة المقدمة هذا الحلم أن نبوخ ذنصر كان وماذا يعني ذلك دانيال الإصحاح الثاني سنقرأ الآيات القليلة الأولى هنا الآية الأولى سفر دانيال الإصحاح الثاني الآن في سنة ثانية من حكم نبوخ ذنصر هذه ليست السنة الثانية التي خرج فيها للقتال والانتصار ولكن بعد وفاة والده وامتلاكه السيطرة الكاملة في السنة الثانية من حكم نبوخ ذنصر رأى نبوخ ذنصر أحلاما فاضطربت روحه حتى أن نومه تركه ثم أمر الملك باستدعاء السحرة والمنجمين والسحرة والكلدانيين لإخبار الملك بأحلامه فجاءوا ووقفوا أمام الملك وكان معه حاشية كبيرة من الحكماء والمستشارين وكانوا جميعا مهتمين كما تعلمون بالسحر الفنون الغامضة وكان بعضهم من هوات رؤية النجوم ومن المفترض أن هؤلاء هم الحكماء والرجال الروحانيون فجاءوا ووقفوا أمامه فقال الملك لقد حلمت حلما وروحي متلهف لمعرفة الحلم وكلم الكلدانيون الملك باللغة الآرامية أيها الملك عش إلى الأبد أخبر عبيدك بالحلم فنبين لك تفسيره ها هم في عمل الملك يعطونك حلما وتفسيره سيحاولون اختراع بعض التفسيرات لمحاولة إرضائه بس نفكر لا 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 أنا لست أحمق قال أريد أن أعرف معنى هذا الحلم ولا أريد منك أن تصنع شيئا يقول إذا كنتم حكماء حقا وإذا كنت متصلا حقا بالآلهة فهذه فرصتك لإثبات شجاعتك أريد منك أن تخبرني بما أحلم به ليس فقط لأن هذا سيكون دليلا جيدا ولكن لأن الأمر بدأ يصبح غامضا كم منكم كان لديه حلم وفكري واو كان واضحا وبعد نصف ساعة كما تعلم حلمك يحدث في مستوى مختلف من الدماغ من وعيك ولما تصل إلى الوعي الكامل يصبح من الصعب الوصول إلى الحلم وهو يقول سأتذكر عندما أسمعه ولكن إذا كنتم حكماء فأخبروني بما أحلم به وسأعرف بعد ذلك التفسير في الآية السابعة قالوا يا ملك فليخبر الملك عبيدوا بالحلم فنبين لهم التفسير فأجاب الملك وقال بلهجة صارمة أنا أعلم بالتأكيد أنك ستكسب الوقت أنت تماطل لأنك توفن قرار حاسم إن لم تخبرني بالحلم فليس لك إلا حكم واحد أنت على قائمة رواتب الملك ولا قيمة لك مثل غيرهم من أفراد العائلة المالكة في جميع أنحاء العالم ليس لك إلا حكم واحد لقد وافقت على أن تتكلم بأقوال كاذبة وفاسدة أمامي حتى يتغير الوقت تعتقد أنني سأفعل شيئا آخر وأنسى هذا لذلك أخبرني بالحلم وسأعلم أنك تستطيع أن تخبرني بالتفسير فأجابوا وقالوا للملك ليس على الأرض إنسان يستطيع أن يخبر بأمر الملك لذلك لم يسأل ملك أو سيد أو حاكم مثل هذا الأمر من ساحر أو منجم أو كلداني إنه أمر صعب الملك يطلب وليس هناك من يستطيع أن يخبر الملك بذلك إلا الآلهة الذين ليس مسكنهم مع البشر ولذلك غضب الملك وغضب جدا وأصدر أمرا بإبادة جميع حكماء بابل الآن لم يكن الملك في ذلك الوقت قادرا على إصدار مرسوم بقتلهم جميعا كان لديهم عملية قانونية لذا فقد كتبوا مرسوما لجمعهم وإعدامهم لذا فأنت تدرك أن الأمر استغرق بعض الوقت للقيام بذلك لكنهم سيخضعون الآن لمرسوم الإعدام لأن الملك رجل خرج المرسوم بدأوا يقتلون الحكماء وطلبوا دانيال وأصحابه ليقتلوهم والآن عند هذه النقطة نحن بحاجة إلى فهم شيء ما حدث فكان دانيال وأصدقاؤه حكماء في التدريب ولم يكنوا قد استدعوا بعد إلى الملك وما حدث هو أن الحارس جاء ويقول دانيال يبدو أنهم يجمعون كل الحكماء لا أعرف ما إذا كنا ضمن هذه الفئة نحن نوعا ما حكماء متدربون ولم نكن هناك وربما يكون هذا تسرعا من جانب الملك أذكر دانيال قصة يوسف في الكتاب المقدس وكان ملك مصر يرى حلما ولم يفهمه أحد من حكمائه ولكن يوسف وثق بالرب فأعطاه الله جوابا فقال دانيال لأصدقائه نحن نعبد نفس الإله فلنخبر الملك ولنمنحه فرصة وسنخبره بما يعنيه حلمه وهذا ما حدث دخل الحارس وقال كما تعلم لدي بعض الشباب العبرانيين الذين قمت باختبارهم قلت إنهم أذكياء جدا يقولون أنهم يستطيعون إخبارك بما يعنيه حلمك إذا أوقفت حكم الإعدام مؤقتا ماذا لديك لتخسره؟ أعطني إياهم لساعات حسنا الملك يفكر حسنا أريد أن أعرف ما معنى حلمي وما الذي قد أخسره لا أريد أن أقتل كل الحكماء دون أن أعرف ما إذا كانوا يعتقدون أنهم سيعرفون وأبدو كأنني أتذكر حنانيا وميشائيل وعزرية ودانيال أما الأسماء الجديدة فهي بلشاصر وشدرخ وميشخ وعبدانجو وهي الأسماء البابلية قال حسنا نعطيهم بعض الوقت الآن هنا نبدأ دراستنا حول ما هي الحلم وما يعنيه كم منكم يعتقد أنه من الممكن لشخص ما أن يعرف المستقبل برفع الأيدي؟ إنها مجموعة مختلطة إلى حد ما هنا في نيويورك أليس كذلك؟ سأطرح هذا السؤال مرة أخرى لاحقا بعد هذه الدراسة وأريد منك أن تخبرني إذا أقنعت أي منكم بأن ذلك ممكن أشي يفهم أحد ما هو قادم في المستقبل حسنا نبدأ درسنا السؤال الأول لمن ينضمون إلينا لأول مرة؟ أين كنتم؟ لدينا ثلاثة عشر عرضا تقديميا آخر إنها ستغير حياتك أعدك بذلك ستقترب من الله وستحظى بالسلام لا تريد أن تفوتها نستخدم صيغة السؤال والجواب الدراسات موجودة هنا يمكنك العثور على الإجابات في الكتاب المقدس بنفسك السؤال الأول لماذا أعطى الله هذا الحلم للملك البابلي؟ الجواب موجود هنا في الكتاب المقدس سفر دانيال 2 الآية 28 ولكن هناك إله في السماء يكشف الأسرار ويمكنك أن تنادي اللون الأزرق معي يكشف الأسرار وقد أعلم الملك نبوخذ نصر بما سيكون في السماء الأيام الأخيرة وهذا يعني الأيام الأخيرة إذن ما الذي يتحدث عنه هذا الحلم الماضي أو المستقبل؟ لذا إما أن تؤمن بالكتاب المقدس أو لا تؤمن به وأريدك أن تعلم أننا نعلم يقينا أن سفر دانيال قد كتب قبل المسيح بمئات السنين لأنه كان موجودا في مخطوطات البحر الميت وهو يسبق مخطوطات البحر الميت وقد كتب العديد منها قبل المسيح بمئتي عام ودانيال وكل التاريخ اليهودي يعلمون أن هذا السفر قد كتب أثناء السبي البابلي بواسطة النبي نفسه وإذا كنت لا تؤمن بذلك فقل ببساطة إنك لا تؤمن بيسوع لأن يسوع قال إن دانيال كتب سفر دانيال آمين لذا فهذا كتاب يمكنك أن تثق به أو لا تثق بأي شيء يقول إنه يخبرنا بما سيأتي في المستقبل السؤال رقم اثنين عندما فشل مستشارو الملك في الكشف عن الحلم وتفسيره ماذا كانت وصية نبوخذ ناصر كيف شعر الملك بهذا الأمر أمر الملك بماذا دمر كل حكماء بابل وكما تعلمون بعض هذه من الواضح أن الرجال الحكماء لم يكونوا حكماء إلى هذه الدرجة ولم يتمكنوا من إخبار الملك بما كان حلمه أن نتلقى الكثير من الرسائل والحقائق المذهلة كما تعلمون نحن نبث نحن لا نبث برامجنا على ثلاث قنوات ABN فحسب بل نبث أيضا على Trinity Broadcasting و Daystar و History Channel و Lifetime وقد شاهد بعضكم برامجنا وأتلقى الكثير من الرسائل الإلكترونية أبذل قصارى جهدي للإجابة شخصيا على كل ما أستطيع لدينا فريق يساعدنا في الإجابة على الأسئلة البسيطة قد تتفاجأ بعدد المرات التي يرسل لي فيها الناس أحلاما يالو القس دوج وكتبوا هذا الحلم في بعض الأحيان كانت الصفحات وفي بعض الأحيان كانت الصفحات تحتوي على رسوم توضيحية ويقولون هل يمكنك أن تخبرني ماذا يعني حلمي؟ أقول أنا آسف هذه ليست موهبة لا أستطيع أن أفعل ذلك لذا مرة أخرى علينا أن نعود ونفهم ما حدث كما ذكرت في حوالي عام 597 غزى نبوخذ نصر إسرائيل ثم عاد وحاربهم مرة أخرى ودمر الهيكل ولكن عندما جاء لأول مرة وافقوا على شروط السلام أخذ عشرة آلاف من أصغرهم وألمعهم لإعادتهم إلى كليته وتدريبهم على لغة الكلدانيين والرياضيات والعلوم وفنون بابل الذي كان يعتبر في ذلك الوقت التعليم الأكثر تطورا في العالم الذي يمكنك الحصول عليه في ذلك الوقت لقد كانوا أساتذة في الرياضيات ودرسوا السماء يتذكر بعضكم عندما كان حزقيا مريضا في الكتاب المقدس وتوقفة الشمس جاء سفراء من باب لفهم سبب ذلك ماذا يعني ذلك؟ فأتوا من بين السبي وكان من بين هؤلاء العشر آلاف دانيال وحنانيا ومشائيل وعزرية لكتم جلبهم ووضعهم في النظام التعليمي البابلي لمدة ثلاث سنوات ونصف للدراسة ثم امتحنهم الملك وهذا هو سفر دانيال الإصحاح الأول ووجدهم الملك أكثر حكمة بعشر مرات من كل الشباب الآخرين الذين أعادوا من بلدان أخرى وهكذا كانوا يتدربون ليصبحوا مستشارين ويتعلمون اللغات والفنون والعلوم وما إلى ذلك وهكذا عندما صدر المرسوم بقتل جميع الحكماء لم تتم دعوتهم يمكنك أن ترى في سفر دانيال الإصحاح الأول الآية الثالثة أنه كان لديهم معرفة وسرعة في الفهم وكان لديهم القدرة على الخدمة في قصر الملك ومن بين هؤلاء أبناء يهوذة كان دانيال وحنانيا ومشائيل وعزرية كانت تلك أسماؤهم اليهودية ثم أعطيت لهم فيما بعد أسماء بابلية كان لدى الكثير من الناس في أمريكا الذين جاءوا إلى أمريكا عبر مدينة نيويورك وجزيرة إليس أسماء يصعب نطقها وهكذا الحراس أو من كان يقوم بمعالجة الأشخاص هناك في جزيرة إليس قالي أوه لا يمكن أن نقول ذلك اسمك سميث كم منكم يعرف شخصا مثله لقد جاءوا إلى المدينة وكان لديهم اسم واحد ثم انتهى بهم الأمر باسم جديد كان أسهل بعض الشيء رقم ثلاثة عندما علم دانيال بأمر الموت ماذا طلب من الملك وقد فعل ذلك عن طريق الحارس أريوق ماذا طلب وماذا قال لأصدقائه الإجابة هي دانيال اثنان الآية ستة عشر دخل دانيال وطلب من الملك أن يعطيه ماذا حان الوقت لكي يخبر الملك التفسير عن نبوخذ نصر وهذا هو ناكش بارز ناكش بارز كديم لنبوخذ نصر فكر حسنا أنا أحب هؤلاء الشباب سأؤجل الإعدام الجماعي بعد كل شيء لم يتم إحضارهم مع الآخرين دعونا نمنحهم فرصة إذا كانوا يعتقدون أنهم يستطيعون إخباري بالحلم فأنا أريد أن أعرف الحلم فماذا فعلوا ماذا ستفعل ذهب دانيال إلى بيته وأعلمه بالقرار إلى حنني وميشائيل وعزريا أصحابه لكي يطلبوا الرحمة من إله السماء في هذا الأمر هل يكشف الله أسرارا لأنبيائه إنه يفعل ذلك ماذا حدث في تلك الليلة استجابة لصلواتهم الصادقة الصادقة هل يمكنك أن تتخيل نفسك تصلي وتقول يا رب أحتاج إلى حلم الليلة وسني لا أحتاج إلى أي حلم أحتاج أن أحلم بحلم الملك بسني لا أحتاج فقط إلى أن أحلم بحلم الملك أريد أن أعرف ماذا يعني حلم الملك هذه صلاة كبيرة جدا يتطلب هذا إيمانا كبيرا جدا منها حدث استجابة لهذه الصلاة ولمن أعطى دانيال وأصدقاؤه الفضل الجواب دانيال 2 الآية التاسعة 10 والآية الثامنة والعشرين من كشف السر ليس لجميعهم بل لدانيال فبرك دانيال إله السماء وقال هناك إله في السماء يكشف الأسرار وسوف يتم الكشف لكم عن بعض الأسرار الليلة أصدقائي والتي أعتقد أنها ستغير حياتكم بالمناسبة الله يستجيب للصلاة هذه اللقاءات هي إجابة للصلاة صدقني هل تعلم أنه قبل بدء البرنامج الليلة الماضية تعطلت أجهزة الكمبيوتر وساءت الأمور وكانوا يصلون خلف الكواليس وبمجرد بدء البرنامج عاد كل شيء إلى العمل الله يستجيب للدعاء سأخبرك السؤال الخامس ما الشيئان الرئيسيان الذين قال دانيال إنه رآهما في الحلم إذن الحلم يتألف من شيئين رئيسيين الآن أريد أن أقرأ لكم هذا عودوا إلى كتبكم المقدسة مرة أخرى دعوني أقرأ ما رآه دانيال أحضروه أمام الملك وقال الملك ماذا يمكنك أن تخبرني هل حلمت بالحلم وانتقل إلى الآية الحادية والثلاثين سفر دانيال الإصحاح الثاني أنت أيها الملك كنت تشاهد والحقيقة أنني سأقف جانبا هنا وأنتم في القاعة إذا نظرتم إلى الشاشة فقد ترون بالفعل ما رآه دانيال في حلمه في نبوخذ نصر أنت أيها الملك كنت تنظر وإذا صورة عظيمة وهذه الصورة اللي كانت رائعة الجمال وقفت أمامك وكانت صورتها رهيبة وكان رأس التمثال من ذهب النقي وصدره وذراعاه من فضة وبطنه وفخذاه من نحاس وساقاه من حديد وقدماه بعضهما من حديد وبعضهما من خزف فنظرت فإذا حجرا يقطع بغير يدين فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما فانسحق الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا وصارت كعصافة البيدر في الصيف فحملتهم الريح فلم يوجد لهم أثر أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا عظيما ملأ الأرض كلها ها هو الحلم هل رأيت الصورة يا صديقي حسنا قد تظهر مرة أخرى قبل أن ننتهي لأننا سنحتاج إلى مراجعة ذلك لذا فلنعد إلى درسنا ولنتحدث عن كل ما يتعلق بهذا الأمر الكتاب المقدس واضح إذا نظرت إلى الوصايا العشر من يعرف ما هي الوصية الثانية لا تصنع لك تمثالا منحوتا هذا ما تسميه في الكتاب المقدس صورة لقد حلمت بصورة الصور تمثل الدين الزائف وهذه الديانات الزائفة بكل المعادن والفلزات في هذه الصورة تمثل الناس الذين يعبدون أصناما من ذهب وفضة وبرونز وحديد وخزف الخزف أيا كان الأشياء الدنيوية التي يعبدونها دين مزيف ممالك في العالم تعارض مملكة الله ولكن في النهاية في النهاية لديك حجر مقطوع لاحظ بدون أيدي الإنسان هل تعلم أن اليهود عندما بنوا مذبحهم قيل لهم لا ترفعوا أدواتكم عليه سوف تلوثها فلا تحاول أن تنحتها على شكل تمثال لبقرة أو شيء من هذا القبيل قال خذ حجرا خشنا أريد أن يكون حجرا بدون يدي الإنسان وسوف تدمر كل الممالك الأخرى وسوف تنمو لتصبح جبلا وتملأ الأرض كلها والجبال في الكتاب المقدس تمثل الممالك ومملكة المسيح هي ذلك الحجر المقطوع بدون يدي إنسان إنه الحجر الذي أسقط جالوت آمين إنه الحجر الذي قال عنه يسوع إذا بنيت بيتك على هذا الحجر فمن يسمع أقوالي هذه ويعمل بها فهو رجل حكيم يبني على الصخر وسوف تأتي العاصفة وسيصمد البيت أتمنى أن تكونوا قد بنيتم على الصخر أصدقائي إذن هذا يتحدث عن ممالك العالم ويحدد الممالك التي ستحتل شعب الله والتي ستدمر في النهاية حسنا لنعد إلى درسنا ما هما الشيئان المذكوران في الصورة دانيال 2 الآية 31 أنت أيها الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم يمكنك أيضا أن تقول صنما عظيما أنها لم يجين البابليون يعانون من نقص في الأصنام لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للممالك الأخرى التي تلت ذلك الشيء الآخر الذي يختلف تماما والذي كان منفصلا والذي سحق الصنم لقد شاهدت بينما كان هناك ماذا حجر قطع بدون يدين مرة أخرى كتبت الوصية العشر على ماذا بإصبع الله وليس بيد الإنسان لذا لاحظ التباين هنا وفي الصورة التي لديك وبعد سككنهم إعادة رفعه مرة أخرى أريد فقط مراجعته لأننا سنراجعه في النهاية ستحصل على الذهب وبعد ذلك لديك الفضة لقد حصلت على البرونز لقد حصلت على الحديد ثم نضع الطين في القدمين ونخلط الطين بالحديد حسنا هل فهمت هذه الصورة؟ حسنا سنودع معبودنا لدقيقة واحدة بينما نواصل الدرس هنا لذا عندما كان نبوخذ نصر جالسا هنا ودانيال يروي الصورة قال الملك حسنا أيها الرجل الحكيم هل قلت أنك تعتقد أنك تعرف حلمي؟ ما هو حلمي؟ ويبدأ في إخبار الملك بهذا الحلم كله فما رأيك كان شكل وجه الملك؟ إنه ذاهب؟ أوه نعم نعم كيف دخلت إلى رأسي؟ كيف عرفت ذلك؟ وبعد أن أخبر دانيال الملك بما رأاه بالتفصيل ثم عندما قال دانيال سأخبرك الآن بما يعنيه ذلك أولا الملك مستعد لعبادة دانيال ثم قال لا 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 أستطيع أن أخبرك بحلمك دانيال متواضع للغاية لدرجة أنه يعطي الله المجد يقول الله هذا من عند الله يخبرك بذلك ويبدأ الآن في تقديم التفسير حسنا الجزء الأول لعونا نكتشف ماذا يعني كل هذا ماذا يمثل الرأس الذهبي؟ قال دانيال وهذا هو دانيال الإصحاح الثاني الآية الثامنة والثلاثون أنت هكذا قل لي الجواب أنت ماذا؟ الرأس الذهبي أي نبوخذ نصر أنت ومملكتك باب الإمبراطورية ذهبية وكان الذهب هو عملتهم وكانت واحدة من أعظم إمبراطوريات العالم القديم ولهذا السبب يطلق عليه اسم الرأس الذهبي لقد كانت إمبراطورية عالمية أثرت على العالم المتحضر مرة أخرى أنا وأعلم أنهم كما تعلمون كان للإنك مملكة ليس في هذا الوقت تماما ولكن كان هناك ممالك عظيمة في الصين وكانت هناك ممالك عظيمة في كومبوديا والهند ونحن لا نحاول التقليل من شأن الإمبراطوريات العظيمة الأخرى تتناول هذه الرؤية الإمبراطوريات التي احتلت شعب الله الذين كانوا حراس الكلمة أنت تدرك أن الأمة اليهودية أعطاها الله أوراكل الحقيقة الكتاب المقدس كتبه اليهود في الغالب أنت تعلم أن أنت موافق على ذلك وإذا كنت بالمناسبة مسيحيا فالكتاب المقدس يقول أنك من نسل إبراهيم وهذا بيهدث عن حفظ كلمة الله اللي هذهب إلى العالم والممالك اللي احتلتها وسوف تشاهد كل هذا إذا كنت قد أوليت أي اهتمام على الإطلاق للتاريخ العالمي عندما كنت في المدرسة الابتدائية نحن نعلم عن بابل وكيف كانت إمبراطورية عالمية حقيقة مذهلة يقول المؤرخون أن أسوار بابل كان ارتفاعها أكثر من مئتي قدم وعرضها خمسين قدما مما يسمح لأربع عربات بالركوب جنبا إلى جنب على قمة الجدران يا وكما قلت قال أحد المؤرخين إن كل جانب من جانبي المدينة كان على مسافة خمسة عشر ميلا وكان له جدران داخلية وخارجية يوظن أنهم لن يتمكنوا من غزوها أبدا ومرة أخرى كانت الخريطة التي تتحدث عن مدى سيطراتهم هائلة حيث كانت تسيطر على التجارة بين ثلاث قارات وكل هذه الأموال كان المطر يتساقط كم منكم زار دبي هل سبق لك زيارة دبي لقد زرت دبي عدة مرات إذا لم تكن هناك أبدا إنها أغنى مدينة في العالم ربما سنغافورة أو دبي لكن دبي مختلفة هذه المدينة بنيت من الصحراء لديهم نهر من المال يتدفق إلى تلك المدينة من النفط لقد كنت في غرف فندقية لم أقم فيها فقد أراني أحدهم تلك الغرف وكانت تحتوي على مقاعد مراحيض ذهبية أنا لا أبالغ لقد رأيت ذلك أعني الثروة والسيارات هناك برجاتي لامبورغيني مازيراتي في كل مكان سيارة عمرها خمس أو ست سنوات غير مسموح لها بالسير على الطريق قديمة جدا المال لا يصدق حسنا كانت بابل مثل دبي حينة قوة عسكرية رائعة جاندك لا يصدق أنت رأس الذهب رقم سبعة هل تبقى مملكة بابل إلى الأبد؟ كان هذا هو ما يشغل الملك فبينما كان نائما قال ماذا سيحدث لنسلي لقد حكم نبوخذ نصر حوالي تسعة وثلاثين عاما وكان يريد أن يكون لأبنائه خلفائه سلالة أبدية لكن دانيال قال لا لن يحدث الأمر بهذه الطريقة قال إن بابل سوف تسقط والآن عليك أن تعرف كيف حدث ذلك تاريخيا لقد ذكر الكتاب المقدس القليل من التفاصيل ولكن ليس كل التفاصيل كان نهر الفرات يجري تحت أسوار بابل وكان نهر الفرات أكبر بكثير مما هو عليه الآن بالمناسبة هناك نبوءة في سفر الرؤية تقول إن نهر الفرات سيجف في الطاعون السادس هل قرأت ذلك؟ هل تعلم؟ كل ما عليك فعله هو الاستماع إلى التقارير الإخبارية والتي تقول إن نهر الفرات يجف الآن لا أعتقد أننا في الطاعون السادس بعد سنشرح الطاعون لاحقا لكنني أعتقد أنه مثير للاهتمام للغاية حسنا كان لديهم سفن قوية كانت تبحر في نهر الفرات الآن يا رجل لا يمكنك جر ضفضع إن عبر النهر إذن أصبح عبارة عن سلسلة من البرك الراكدة في الأسفل لأن تركيا وما فوقها أقاموا سدودا على المياه وكانت هناك فترات جفاف وتغيرت الأمور لكن ما حدث بعد وفاة نبوخة نصر لمدة عام واحد كان ابنه الشرير ميرو دوك ملكا وتم اغتياله وانتهى الأمر بعمه ليصبح ملكا وكان العم خارجا يقاتل في معارك أخرى والحفيد وكان بيل شاصر مسؤولا عن المملكة وأدرك الفرس والميديون أنهم لا يملكون القوة العسكرية أي البابليين كان الفرس قد رحلوا وكان نبوخة نصر عبقريا عسكريا وكان كورش الفارسي وداريوس المادي يعتقدون أنهم قادرون على غزو بابل فحاصروا المدينة وكانوا يعتزمون حصارها الملك هذا الشاب المتهور وتجد هذا في سفر دانيال الإصحاح الخامس قال بيل شاصر لا داعي للخوف منهم لن يتمكنوا أبدا من اختراق أسوارنا لدينا جنودنا ولدينا بواباتنا الضخمة سنقتلهم جوعا لدينا ما يكفي من الطعام في المدينة لدينا مياه جارية تحت الأسوار لم يتمكنوا من دعم جيشهم لفترة كافية وأقاموا حفلة كبيرة في مدينة بابل وسكروا جميعا وفي ذروة الاحتفال هذا الملك الشاب الكافر لقد علم أن جده نبوخذ نصر قد تحول إلى يهوه من خلال دانيال والحقيقة أنه مستاء من ذلك فقال هذا إله اليهود ليس له سلطان وسنثبت ذلك أحضروا لي الأواني التي استولينا عليها من أرشليم وسنمجد أصنامنا وأخذوا الأواني المقدسة من هيكل الله فبلاها جميع أمراء بابل ورؤسائها يشربون ويستهزئون بآلهة السماء إله السماء الرب وفي وسط هذا الصخب والثرثرة التجديفية فجأة ظهرت يد عملاقة بلا دماء أمام الجص على الحائط نوع من مثل الشيء في عائلة آدمز أو أبدأت في كتابي الكلمات مني مني تيكل يا فارسون هل سمعت التعبير الكتاب اليدوية على الحائط؟ وعندما رفع الملك عينيه ورأى الجميع هذا أسقطوا أكوابهم وبدأت ركبهم ترتجف يقول الكتاب المقدس أن ركبتيه كانتا ترتطمان ببعضهما البعض فقال ماذا يقول؟ ما كان أحد يعلم فاستعانوا بالحكمة ولم يعلموا ولم يكونوا يعرفون أكثر مما عرفوه قبل تسعة وثلاثين عاما عندما دعاهم نبوخذ نصر وأخيرا قالت الملكة الأم كما تعلمون إذا كنتم تريدون أن تفهموا الرؤية فإنكم بحاجة إلى استدعاء يهودي وهنك رجل في مملكتك يجعلني أشعر بالقشعريرة كلما قلت ذلك قالت هناك رجل لا يزال لدى الله بعض الناس فينك رجل قريب من الرب يفهم الله سيخبرك بما سيقوله فأحضر دانيال فقال الملك أخبرني ماذا تقول الكتابة وسأعطيك قلادة ذهبية مثل تلك التي كان يحملها كما تعلم وثوبا خاصا وأجعلك الحاكمة الثالثة في المملكة السبب اللي خله يقول أنك ستكون الحاكم الثالث هو أن بلشاصر كان الحاكم الثاني فقط وقال دانيال احتفظ بمكافآتك لأنني أعلم ما تقوله ولن تكون في وضع يسمح لك بأعطاء أي شخص أي شيء قريبا قال يقول منا منا تاكال يفرسين لقد وزنتم في الميزان فوجدتم ناقصين وحكم عليكم وقسمت المملكة وأعطيت للميديين والفرس وفي تلك اللحظة بالذات كان ذلك القائد العظيم كورش قد حول مجرى نهر الفرات إلى مجرى بحيرة جافة وانخفض منسوب المياه أسفل أسوار بابل بشكل حاد أثناء الليل وكان جنود بابل داخل المدينة في حالة سكر لأنهم اعتقدوا أنه لم يكن هناك هجوم لقد تركوا البوابات الداخلية مفتوحة لأنهم اعتقدوا أنهم لم يصلوا إلى البوابات الخارجية بعد لا مشكلة تماما مثل جنود طروادة دخلت فرقة من الجيش الفارسي تحت الأسوار صعدوا وفتحوا البوابات اندفع الفرس والميديون إلى المدينة وفي ليلة واحدة سقطت بابل تلك المدينة العظيمة وقد تنبأ الكتاب المقدس بذلك بدقة لا تصدق فقبل حدوثه بوقت طويل عاش إشعياء قبل دانيال بفترة طويلة هل لديك نسخة من الكتاب المقدس؟ يمكنك الذهاب إلى أوه جانيارا إلى أي واحد أذهب لننتقل إلى سفر إرميا في الواقع سنبدأ من هناك لننتقل إلى سفر إرميا الإصحاح الخمسين بالمناسبة لماذا هذا مهم؟ إذا كنت تريد أن تفهم سفر الرؤية فإن سفر الرؤية الثامن عشر يتحدث عن سقوط بابل ويتحدث سفر إرميا الإصحاحان الخمسون والحادي والخمسون عن سقوط بابل ويتحدث سفر إشعياء الإصحاح الثالث عشر عن سقوط بابل لم تكن بابل موجودة في العهد القديم فحسب بل توجد بابل اليوم أيضا يخبرنا الكتاب المقدس أنه في الأيام الأخيرة توجد بابل وأن شعب الله يدعى للخروج من بابل أنت بحاجة إلى معرفة ما يفترض أن تخرج منه لذا نحتاج إلى فهم موضوع بابل لكن هنا يمكنك أن تنظر فقط إلى الإصحاح الخمسين من سفر إرميا حيث يتحدث عن سقوط بابل وتدميرها بالكامل هكذا قال الرب هذا واحد وخمسون ها أنا أثير على بابل وعلى سكان لبنان ريحا مهلكة يقول سيخاف الجنود دعني أرى هنا سمع ملك بابل تقريرا الآية الثالثة والأربعين من الإصحاح الخمسين وارتخت يداه وأخذه الألم كأوجاع المرأة في المخاض ويستمر في القول بأن الأبواب ستترك مفتوحة ويقولون إن جنودهم أصبحوا كالنساء لا يستطيعون القتال سقطت المدينة في ليلة واحدة وفي إشعياء يقول أن الأنهار سوف تجف في بابل القديمة انظر إلى إشعياء الإصحاح الخامس والأربعين الآن انتقلت من إرميا إلى إشعياء وقد كتب هذا حوالي سنة سبعمائة ميلادية أي قبل مئات السنين من ولادة الملك كورش هكذا قال الرب لمسيحه تحتوي مخطوطات البحر الميت على سفر إشعياء بالكامل نحن نعلم أن هذا قد كتب إنها نبوءة قديمة هكذا قال الرب لمسيحه كورش الذي أمسكت بيمينه لأخضع الأمم أمامه ولأحل أسلحة الملوك ولأفتح أمامه المصاريع المزدوجة فلا تغلق الأبواب أسير أمامك وأجعل الأماكن المعوجة مستقيمة وأحطم أبواب النحاس وأقطع قطبان الحديد فقط اقرأ كل هذا إنه يتنبأ بما حدث ولهذا السبب عندما تصل إلى سفر الرؤية تجده يتحدث عن جفاف نهر الفرات أنت تفهم الأهمية الروحية لجفاف نهر الفرات فقد سبق سقوط بابل في التاريخ القديم هل فهمت؟ لذا هل بقيت بابل إلى الأبد؟ لا لقد سقطت وهناك معلومة تاريخية أخرى مثيرة للاهتمام وهي أن بعضكم يعرف أن صدام حسين غزى الكويت قبل بضع سنوات وخاض حربي الخليج وكان أحد أبنائنا في مشات البحرية وشارك في إحدى هاتين الحربين وكان لدى صدام حسين خطط لإعادة بناء بابل القديمة لأن النبوء في سفر إشعياء وإرميا قالت إن بابل لن تبنى أبدا وإذا أردتم معرفة المزيد فإليكم الإصحاح الثالث عشر من سفر إشعياء يقول الكتاب المقدس أن بابل سوف تسقط وسوف تصبح خرابا وسوف تصبح أكواما من الركام ولن يسكنها أحد أبدا ولن يتم إعادة بنائها أبدا لقد قال أحدهم لصدام حسين هذا لقد كان نبوخذ نصر بطلا في الواقع لديك صورة هنا لصدام حسين مع نبوخذ نصر خلفه إذا نظرت إلى بعض العملات العراقية التي طبعها ستجد أنه يحمل وجهه ووجه نبوخذ نصر قال صدام حسين أنا تجسيد لقد أراد أن يكون زعيم العالم العربي ولهذا السبب هاجم إيران ودأ بمحاولة إعادة بناء بابل توقفت خلال حرب الخليج الأولى ثم توقف لفترة وجيزة حاول استئناف البناء ولكن البناء توقف مرة أخرى كان يحاول الإطاحة بالنبوءة العبرية لا يمكنك أن تقلب الأمور السماء والأرض ستزولان كلمة الله لن تزول لا تزال بابل القديمة أكواما حتى اليوم أليس هذا مثيرا للاهتمام؟ صدام ذهب السؤال استمر يقول إن مملكة أخرى ستظهر بعدك الآن ننتقل من الذهب إلى أي معدن؟ إلى الفضة هذه هي المملكة الفارسية بدأت كمملكة ماديا وفارس وانتهت حيث أصبح الفرس المملكة المهيمنة تحت حكم كورش الكبير لقد كنت هناك أصدقائي اذهبوا إلى المتحف البريطاني هذه أسطوانة كورش التي تم التنقيب عنها بالقرب من بابل القديمة في الأسطوانة يقول إنه غزى بابل وسمح لأسر البابليين بالعودة إلى أراضيهم الأصلية تنبأ الله في سفر إرميا كما تجده في نهاية سفر أخبار الأيام الثاني أن بني إسرائيل سيسبون في بابل لمدة سبعين عاما وبعد سبعين عاما سيسمح لهم بالعودة وهذا ما حدث بالفعل أنت تعرف؟ إذا لم يكن هناك سبب آخر إذا كنت ستؤمن بالكتاب المقدس صدق ذاك لأن اليهود شعب غير عادي لا يوجد شعب آخر في العالم تم طرده من أرضه ثلاث مرات في أيام يعقوب نزلوا إلى مصر لكنهم استعادوها بعد الخروج ثم أخذوهم إلى بابل لكنهم استعادوها في عهد قرش ثم فرقهم الرومان لمدة ألف وتسعمائة عام واستعادوا هويتهم وظلوا شعباً متميزاً أما كل الأمم الأخرى التي تعرضت للغزو أو التزاوج بين أبنائها أو اختفت أو فقدت هويتها حاول العثور على شخص يتحدث اللغة الكومانشية اليوم كانوا يحتلون السهولة الكبرى لكن اليهود قال الله أنهم سيعودون وسيظلون متميزين إنه أمر لا يصدق النبوءة تتحقق ثم نعم كانت الفضة هي العملة الرئيسية في بلاد فارس القديمة إنها مملكة فضية ها هي مساحة بلاد فارس الشاسعة إنها تتسع ستلاحظ أن الممالكة تتسع لكنها لن تدوم قال إنك ستحصل على الفضة لكن الفضة ستنتقل رقم ثمانية ما هو المعدن الذي سيمثل المملكة التي تلت ميديا وفارس مملكة ثالثة أخرى ماذا؟ برونز ستذكر بعض نسخ الكتاب المقدس الخاص بك النحاس الأصفر من الناحية الفنية هذا ليس نحاساً أصفر لأنهم لم يستخدموا النحاس الأصفر في ذلك الوقت يحتوي النحاس الأصفر أيضاً على القصدير مما يجعله أكثر لمعاناً هذا برونزي حقاً اللي سيحكم على كل الأرض مرة أخرى يتحدثون عن أنها ستكون إمبراطورية ستنتشر في كل مكان وقال أحدهم أريد الرجوع إلى الوراء لأنني نسيت ملاحظة هنا أريد أن أقرأ وصلت مملكة النحاس في اليونان إلى السلطة مع الإسكندر الأكبر في عام 168 آسف من عام 313 قبل الميلاد عندما غزال فرسة واستمرت حتى حوالي عام 168 لقد صار الإسكندر الأكبر بجيوشه مسافة تقارب أحد عشر ألف ميل في عشرة أعوام في الأغلب ولم يقطع جيوشه كل هذه المسافة بل غزال عالم لقد تعلم من أرسطو لقد كان عبقرياً عسكرياً شديد الذكاء وكان شجاعاً للغاية ونشر الثقافة اليونانية ويطلقون عليها سم الهيلينية وحتى في زمن المسيح كانت اللغة اليونانية هي لغة التعلم وحتى حكومات العالم الحكومات الرومانية كانت متأثرة باليونانيين وهؤلاء الفلاسفة اليونانيين العظماء وقال أحد الموارخين أريان أنا مقتنع أنه لا توجد أمة أو مدينة أو شعب في الوجود لم يصل اسمه إليه ولهذا السبب أيًا كان الأصل الذي قد يفتخر به أو يدعيه لنفسه يبدو أنه كانت هناك يد إلهية تشرف على ولادته وأفعاله ولك حتى هذه المملكة لم تدوم والآن مملكة اليونان خمنوا ما الذي استخدموه كدروع البرونز كانوا معروفين باسم الجنود النحاسيين لأنهم استخدموا سيوفاً ودروعاً وخوذات برونزية وهناك مثال على ذلك تم العثور عليه ويمكنك رؤيته على شاشتك وهذه خريطة توضح مدى مملكة الإسكندر لقد قاد جيوشه حتى حدود الهند حيث كانوا يقاتلون الأفيال وامتدت إلى مصر ودمشق واليونان أريدك أن تلاحظ شيئاً يحدث هنا مع هذه الممالك المختلفة فاحتلوا أرشليم جميعاً كان الإغريق أفضل قليلاً في البداية وكان الإسكندر كذلك وكان بعض القادة الإغريق اللاحقين مثل أتيكوس وإبيفانيس وغيرهما وحشيين للغاية إلى الأمة اليهودية لكن كل مملكة يدوم لفترة أطول لكن المعدن أقل قيمة أفضل من الذي قبله البابليون حوالي سبعين عاماً ثم يأتي الفرس الذين داموا لفترة أطول لكنهم كانوا من الفضة ولا يساويون قيمة الذهب عندما تتحصل على البرونز اللي ما بيساوي قيمة الفضة لكنها أصعب كل واحدة أصعب من اللي قبلها إنها تدوم لفترة أطول وهي أصعب وشاهد ماذا سيحدث بعد ذلك رقم تسعة ما هو المعدن الذي يمثل المملكة الرابعة تقرأ هنا دانيال الإصحاح الثاني الآية الأربعون وتكون المملكة الرابعة قوية كالحديد لقد أتقن الرومان صناعة الأسلحة الحديدية وهذا أحد الأسباب التي جعلتهم قادرين على الانتصار الآن أريدك فقط أن تفكر في هذا هل تعلم في كتاب دانيال أنه يتنبأ لاحقا في سفر دانيال عن الإمبراطورية اليونانية بالاسم ويسميها جريسيا كانت فرص اليونانيين في حكم العالم عندما قال دانيال لا أريد أن أسيأ إلى أي شخص في الوقت الحالي وآمل أن لا أسيأ إلى أي شخص ولكن إذا أخبرتك بعد مائة عام سوف يحكم العالم أوروغواي من هنا يتوقع ذلك أي شيء ممكن ولكن من يتنبأ بذلك كان احتمال أن يحكم الإغريق والرومان العالم عندما أطلق دانيال هذه النبوءة أمرا سخيفا فلم يروا أي احتمال لحدوث ذلك ولكن يتنبأ بذلك بل وتنبأ حتى عن اليونانيين بالاسم في دانيال الإصحاح الثامن والآن يقول مملكة الرابعة مملكة الحديد كان الرومان قد أتقنوا صناعة الحديد وكانوا يحصلون عليه من المصانع والمناجم في شمال أو جنوب إسبانيا مكان يسمى تارشيس لقد انتصرت الملكية الحديدية على الإغريق في معركة أربيلا عام 168 وإذا فكرت في الأمر باستخدام سيف من الحديد يمكنك حرفيا قطع سيف من البرونز إلى نصفين لذا فإن الأسلحة أحدثت فرقا كبيرة ولهذا السبب كان الفرسان في العصور الوسطى يرتدون دروعا وفي الكتاب المقدس يمكنك أن تقرأ كيف لم يتمكن جنود إسرائيل من الحصول على أي حديد من الفلسطينيين وتمكن الفلسطينيون من إخضاعهم لأن الفلسطينيين كانوا يمتلكون الحديد وكان داود وشاول ويوناثان فقط هم من امتلكوا سيوفا من الحديد وهكذا كان الأمر أشبه بامتلاك الأسلحة النووية في ذلك الوقت إذا كان لديك الحديد كانت المسامير الحديدية هي التي اخترقت يدي سوع ورماح من حديد طعنت جنبه وسيوف من حديد قتلت أطفال بيت لحم وحكم الرومان بقبض من حديد واستمر حكمهم لفترة أطول من حكم الإغريق لقد كان لديهم كما تعلمون لفترة من الوقت ما أطلقوا عليه السلام الروماني كان هناك سلام روماني وفي زمن الإمبراطورية الرومانية رأى الله أن التجسد كان مناسبا لقد جاء الله إلى العالم خلال ذلك الوقت لسبب وجيه كانت هناك فترة من الزمن في عهد أغسطس قيصر استمرت أربعين عاما حيث كان هناك قدر من السلام لقد بنوا الطرق في كل مكان لذلك عندما جاء المسيح وتم سكب معرفة الإنجيل وعيد العنصرة وسمع اليهود من جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية عن يسوع تشتتوا في جميع أنحاء العالم وانتشر الإنجيل وقال يسوع شيئا فضيعا هذا النجار قال هذا علمي سوف تصل إلى كل العالم وقد فعل ذلك وكان للرومان تأثير على حكومات كل العالم للعالم اليوم كما تعلمون ما زلنا قال ما عندنا شهر يسمى يوليو يوليوس قيصر قال لماذا عندنا شهر يسمى أغسطس أغسطس قيصر لماذا شهر فبراير قصير لأن أغسطس قيصر أراد شهرا بطول شهر يوليو لذا كان عليه أن يأخذ بضعة أيام إجازة من فبراير ليجعله شهر أغسطس لمشى لدينا يوم في الأسبوع يسمى الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء لقد حصلنا على هذا الاسم من الرومان عبادة الشمس وعبادة القمر وعبادة زحل وعبادة أودين وعبادة ثور كل هذا جاء من خلفية القوة الرومانية كانت القوة الرومانية متمركزة بشكل أكبر حول البحر الأبيض المتوسط ولكنها كانت إمبراطورية قوية للغاية وطويلة الأمد والآن يتنبأ دانيال بأشياء قبل ألف عام ولابد أن تكون نبيا جيدا لتفعل ذلك كم منكم يعرف ماذا سيحدث بعد أسبوع من الآن؟ قال خبير الأرصاد الجوية أنه من المفترض هطول المطر اليوم الحمد لله أنه كان مخطئا آمين لذا أعني أنهم يمتلكون الكثير من التكنولوجيا التي لا نملكها رقم عشرة ماذا سيحدث بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية؟ وتنقسم المملكة كما أن أصابع القدمين والقدمين بعضها من حديد وبعضها من خزف فيكون جزء من المملكة قويا وبعضها ضعيفا بدأت الإمبراطورية الرومانية في الانهيار حوالي عام 476 قبل الميلاد ولم يحدث ذلك في يوم معين ولكن بسبب انشغالهم الشديد بالترفيه وتفككت الأسرة كما تعلمون كان أغسطس قيصر يؤمن بالزواج لقد كان يدعم قوة الأسرة على الرغم من مشاكله ثم ظهر أشخاص مثل نيرون ودقليديانوس وكان هؤلاء الأشخاص حقيرين وضعفت المملكة وضعفت الجيوش والبرابر والآريون جاءوا من الشمال وتفتتت المملكة إلى عشرة أجزاء تماما مثل أصابع القدم العشرة على الصورة التي حلم بها نبوخذ نصر حتى الآن انتقلت من الحديد إلى الحديد المخلوط بالطين ولكن في وقت لاحق في دانيال ليس فقط الطين بل يقول طين طين الآن ما حدث لاحظ حتى هذه النقطة كانت هذه الممالك محتلة حول إسرائيل في زمن روم الحديدية ولكن في زمن المسيح عندما حكم الرومان ثم انتشر الإنجيل وشعب الله وحتى اليهود تعرضوا للغزو وانتشر الاضطراب العظيم في كل مكان لذا لم يعد الأمر مقتصرا على الشرق الأوسط فحسب والآن لدينا الأقسام العشر للإمبراطورية الرومانية التي انتشرت في جميع أنحاء العالم أعتقد أنه مثير للاهتمام للغاية يقول ولكن ويكون فيها قوة الحديد كما رأيت الحديد مختلطا بالطين الطيني من يريد أن يخمن ما هي مادة البناء الأولى في العالم اليوم يطلق عليه اسم الخرسانة المسلحة وهي عبارة عن حديد مخلوط بطين طيني لقد ذهبت أنا وكارن إلى الصين منذ بضع سنوات الطائر الوطني في الصين هو رافعة البناء هناك رافعات في كل مكان الخرسانة استغرق الأمر دقيقة واحدة لتصحيح ذلك هناك رافعات في كل مكان وغبار الخرسانة وفي كل مكان تذهب إليه مدينة نيويورك كان الرومان في الواقع من أوائل من أتقنوا استخدام الخرسانة ولكن لم يتم تعزيزها في البداية هذا هو البانثيون أحد أقدم المباني الخرسانية بناه الرومان ولا يزال قائما حتى اليوم الرقم الحادي عشر فهل تنجح هذه الممالك في الاتحاد يوما ما ماذا قالت النبوة دانيال اثنان وثلاثة وأربعون سوف يختلطون بنسل البشر لكنهم لن يلتصقوا بعضهم ببعض كما لا يختلط الحديد بالخزف كما تعلمون لقد حاولوا جميعا استعادة سلطة القياصرة لقد سمعت عن القيصر في الهلم هل تعلم ماذا تعني كلمة القيصر إنها كلمة ألمانية تعني القيصر وأعني كلمة قيصر بالألمانية ما معنى كلمة قيصر إنها كلمة روسية للقيصر وأراد هتلر إنشاء الرايخ الثالث وأراد أن يكون القيصر وأراد إعادة توحيد ألمانيا وحاول الإنجليز تحقيق ذلك من خلال الزواج وأطلق على الملكة فيكتوريا لقب جدة أوروبا لأن أبنائها وأحفادها تزوجوا من كل أسرة في أوروبا لكن هل توحدنا أم أننا ما زلنا نعاني من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية لقد كنت أنا وكارن في بولندا العام الماضي ونحن خائفون من اندلاع حرب عالمية أخرى من أوكرانيا وروسيا وتنتشر عبر أوروبا وحلف شمال الأطلسي من سيقيم المملكة الأخيرة الحمد لله ويقول الكتاب المقدس إن هناك حجرا هناك صخرة من العصور قطعت بدون يد الإنسان لأن نجاع على صورة الله وفي أيام هؤلاء الملوك أيها الأصدقاء نحن نعيش في أيام الإمبراطورية الأخيرة سيقيم إله السماء مملكة لن تدمر أبدا لقد زالت كل الممالك الأخرى ولكن هناك مملكة لن تدمر أبدا آمين راجع الأمر بسرعة ارجع وأريد أن أضعه على المسرح حتى تراه مرة أخرى وتجيب على أسئلتي حسنا دعنا نرى ما إذا كان بإمكاننا إعادة تمثالنا إلى هنا إذن لقد حصلت على الذهب ما هي المملكة الذهبية؟ بابل تليها الفضة والتي تمثل ميديا وفارس من 35 إلى 33 تليها أي مملكة؟ اليونان من 33 إلى 61 تليها أي مملكة حديدية؟ روما ثم تحصل على الحديد والطين وهي المملكة المنقسمة من الدول العشر في أوروبا التي لديك وهي الألومانيون والفرنجة والساكسونيون والبرغانديون والسويفيون وسأذكرها لك في ليلة أخرى وتلك المملكة تذهب إلى ما هو قادم وتدمر كل هذه الممالك الأخرى بسبب مجيء صخرة الدهور سيأتي يسوع مثل كويكب سماوي وسوف يتم القضاء على جميع الآخرين ماذا يفعل الحجر بممالك العالم الآخر؟ ونظرت إذ قطع الحجر بغير يدين وضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما والحجر الذي ضربهما صار التمثال جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها يقول طوبا للودعاء فما هو الجواب؟ سيحققون ذلك سيملؤون الأرض أصدقائي أريد أن أكون واحدا من أولئك الذين سيكونون في تلك المملكة هل تعلم أن المملكة الروحية جاءت عندما جاء يسوع؟ قال يسوع قد اقترب ملكوت السماوات ماذا قال الملك عندما سمع هذه الرؤية؟ بعد سماع تفسير دانيال الواضح من الحلم وقال نبو خذ نصر حقا إن إلهكم هو إله الآلهة ورب الملوك وبما أنكم تستطيعون أن تكشفوا هذا السر فكم منكم يعتقد أن الله قادر على معرفة المستقبل؟ إذا حدث كل شيء آخر في هذه الرؤية في الموعد المحدد لماذا نشك في أن الشيء الأخير سوف يحدث؟ أصدقائي نحن نعيش الآن على أعتاب الأبدية والشيء التالي هو أن يأتي يسوع كنت أتجول مع كارين في المدينة اليوم وشعرنا بالارتباك بسبب المباني الشاهقة والشوارع المزدحمة فقالت هل نسير في الاتجاه الصحيح؟ قلت نعم نحن نحاول النزول إلى شارع السابع والثلاثين ونحن هنا عند شارع الخامس والأربعين ولاحظ هذا لقد انتقلنا من شارع الخامس والأربعين إلى شارع الرابع والأربعين ماذا أتوقع بعد ذلك؟ ثلثة وأربعون؟ ثم ماذا يأتي؟ الثانية والأربعون؟ واحد وأربعون؟ أربعين؟ هل كنت أتوقع في النهاية أن أصل إلى شارع السابع والثلاثين؟ نعم إذا كان كل شيء قد حدث في موعده فلماذا نشك في أن يسوع سوف يأتي إن كلمة الله أبدية ولا تفشل وأريد أن أكون جزءا من هذه المملكة الروحية حتى أتمكن من أن أكون جزءا من هذه المملكة الأبدية ماذا عنكم أيها الأصدقاء سنصل مع أصدقائنا هنا قبل أن ننهي البث لكن لا تنسوا متى موعد البرنامج التالي في ليلة الغد سيكون الشرير الرئيسي في النبوءة لماذا يوجد الخير والشر في العالم لا تريد أن تفوت ذلك سنراك حينها باركك الله